إسرائيل تحيي ذكرى ضحايا الهولوكوس وتحرير معسكر أوجفيتس في بولندا والمسؤولون الإسرائيليون يرون في تخليد العالم للذكرى خطوة هامة نحو محاربة معادات السامية وتزامناً مع هذا الحدث قررت الحكومة الإسرائيلية زيادة ميزانية هيئة إحياء الذكرى المحرقة للعام الجاري بما يقارب التسعة ملايين دولار لدعمها والمساهمة في توسيع عملها في عام 2005 تبنت الأمم المتحدة الفكرة وجعلت من هذا اليوم يوماً عالمياً لإحياء ذكرى ضحايا الهولوكوس ومن المؤثر كثيراً أن يتم إحياؤها في دول عربية فما حدث هو قتل على خلفية قومية لكن من الجيد أننا كبشر يجب أن نتعلم من هذا الحدث ونستخلص الدروس ونتطلع لمستقبل أجيالنا ونبني مجتمعات إنسانية كي لا تتكرر هذه المأساة وفي إطار إحياء هذه الذكرى السنوية توجه وزير الخارجية يائر لبيد إلى النمسا للمشاركة في مراسم بمعسكر اعتقال موت هاوزن كما يشارك رئيس الكنيسة ميكيلافي بمراسم في البرلمان الألماني فيما يلتقي رئيس الوزراء نفتالي بنت بالعديد من السفراء الأجانب بإسرائيل قبل 77 عاما تم تحرير معسكر الإبادة أشفتس حيث يلقى على العالم بأسره واجب إبقاء المحرقة النازية في الذاكرة والتعامل مع دلالاتها كونها عبارة عن مأساة لا مثيل لها في تاريخ الشعوب لكن جل هذه المهمة ملقى علينا أي على أبناء الشعب اليهودي ودولة إسرائيل من الجيد أن العالم يتذكر سأتحدث مع جميع السفراء إلى إسرائيل بهذا الخصوص ويعيش في إسرائيل حاليا نحو 160 ألف ناج وناجية من الهولوكوست وفق إحصائيات نشرتها سلطة حقوق الناجين من المحرقة في وزارة المساواة الاجتماعية الإسرائيلية ترحب إسرائيل بإحياء بعض الدول العربية ذكرى ضحايا الهولوكوست خصوصا بعد إبرام اتفاقيات إبراهيم وتسعى من خلال زيادة ميزانية مؤسسة يدفشينب القدس للاستمرار في كشف تفاصيل تلك الأحداث ومواجهة إنكارها محمد الصياد الحرة من مدينة القدس